اشتركوا في القناة اقررت غد البصر عن المردان ولكن حدث امره هو ان الشباب في المسجد وخارجه بدأ يحمل هذا الامر على انه اعراض او احميل بمعنى بدأت ارى ان بعض بعضهم يحزن لذلك بل ان احدهم اخذ موقفا ولم يعود يأتي للمسجد وربما ظن انها ستقبر فضلا ان من خارج المسجد قد يأخذ موقفا مني بنئا على ان سمتي سمت ملتزم ولا انظر اليها عندما ينظر اليها وقد يأخذ موقفا من المتدينين ظنن ان هذا احتقار الى اخر السؤال لان سؤال طويل جدا وممكن ترجعوله يعني واحد بيسأل انه لما ارى في الموقع حكم النظر الى الامراض والامراض هو اللي عنده اللي ما عندهش رحية اللي هو الشاب اللي بيبقى في سن المراهقة او راجل ما عندهش رحية ده اسمه امراض سواء كان لسه شاب مراهق او زي ما قلت للكو راجل ما عندهش داع بيسموه امراض المهم انه قرر الراجل ده يغد بصره عنهم حصل ان في منهم اتدايق وفي منهم بطل يجي المسجد وكمان لانه بطل يعني يبص لي وهو بيكلمه وبما انه شكله شكل الملتزمين يعني الراجل ده شكله شكل مسلم ملتزم رحوا اخذوا ايه اخذوا منه موقف فبيسأل ويوضح ليهم السبب ايه حكم التبسل ليهم والمصافحة والمعانقة خلينا نشوف الاجابة بتقول ايه بعد ما قال الحمد لله وكده بيقول فان الامراض الحسن يحرم النظر اليه بشهوة او مع خوف سوران الشهوة بل نص الفقهاء على حرمة النظر الى الامراض مع الشك في وجود الشهوة وحيث حرم النظر الى الامراض حرمة المصافحة والمعانقة من باب اولى واذ هي اشد من النظر جاء في مطلب اولى النهي ومعنى الشهوة التلزس بالنظر الى الشيء قال في الانصاف ويجوز النظر الى الغلام بغير شهوة لانه ذكر اشبه الملتحين ما لم يخف سوران الشهوة فيحرم النظر اليه اذ كان مميزا لما فيه من الفتنة وقال ابن عقيل في كتاب القضاء تكرار النظر للامراض محرما لانه لا يمكن بغير شهوة وكره احمد مجالسة الغلام الحسن الوجه خشية خشية الافتتان به يعني ايه الكلام ده بقى بيقول ايه شفنا هنا يعني ان العلماء حرموا النظر للامراض اللي هو وشه حلو حسن الوجه لانه ممكن بايه بيشير يصير شهوته وفقال لك لا ما تبصش فخلينا كمان ايه نكمل اجابة ونشوف هيقول ايه وقال يحي ابن موين ما طمع امرت بصحبتي ولا الاحمد ابن حنبل في طريق وعن الحسن ابن زاكوان لا تجالسوا اولاد الاغنية فان لهم صور كصور النساء وهم اشاد فتنة من العزارة قال ابن موقيل النظر الى المردان جائز على طريق الجملة اذ لم تعرض شهوة ولا يوقز نظرهم من النفس التزازا او ميلا لكون الشرع لم يأمر بتغطيتهم وجواز دخولهم وخروجهم والاجتماع بالرجال في الحمامات فعلم انه لم يجعل الشرع مبنيا على شهوات الفصاق فصارت الشهوة لهم كمن يشتهي البهائم والرجال يعني ابن موين والامام احمد بيقول ان عمر ما امرد مشي معهم في الطريق والحسن ابن زاكوان قال ما تجالسوش اولاد الاغنية فان ليهم صور كصور النساء وهما كمان اشد فتنة من العذرة وابن وقير راح قال ممكن تنظر للامرض لو مش هتشتهيه لان هما مش متحجبين وفي نفس الوقت مسموح يعودوا مع الرجالة ويدخولوا معهم الحمامات فخلينا ايه نكمل بقى الاجابة افاد الشيخ تقية دين في شرحه على المحرر ولمس كنظر بن كوسين اللمس زي النظر فيحرم حيث يحرم النظر بل اللمس اولا لانها ابلغ من النظر يعني الشيخ تقية دين قال ان لمس الامرض زي النظر بيتحرم يعني ما بدون تلمس الامرض وخلينا كمان نكمل الاجابة وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ان كان الامرض غير صبيح ولا يفتن فقدس الحنفية والشفعية انه يأخذ حكم غيره من الرجال وهنا بيقولوا ان لو الامرض شكله مش حل ومش بيفتن حد خلاص ياخد حكم الرجال في التعامل وانت تتعاملهم وده كان رأي ايه الحنفية والشفعية وخلينا نكمل الاجابة اما ان كان صبيحا حسنا يفتن وضابطه ان يكون جميلا بحسب طبع النظر ولو كان اسود لان الحسن يختلف باختلاف الطباع فله في هذه الصورة الحالتان الاولى ان يكون النظر والخلوة وغير ذلك من الامور المتعلقة بالامر بلا قصد الالتزاز والنظر مع ذلك امن الفتنة كنظر الرجل الى ولده او اخيه الامرض الصبيح وهو في غالب الاحوال لا يكون بتلزز فهذا مباح ولا اسم فيه عند جمهور الفقهاء السنة بيقول ايه ان يكون ذلك بلزة وشهوة فالنظر اليه حرام وقد ذكر الحنفية والشفاعية ان الامرض يلحق بالمرأة في النظر وان كان بشهوة ولو مع الشك في وجودها وحرمت النظر اليه بشهوة اعظم اسمها قالوا لان خشية الفتنة بها عند بعض الناس اعظم منها يعني الكلام يعني هنا بيقول لنا ان الامرض لو شكل حلو نشوف اللي هيبص عليه ويختلي به لو كنت من اللي انت بتأمن بتأمن الفتنة على نفسك خلاص مباح لك انك تبص عليه وتقعد معاه وتتعامله معاملة زي كده ايه اخوك ابن اخوك الصغير يعني مثلا وان كنت مش بتأمن الفتنة على نفسك خلي بالك تعامله كأنك قدام واحدة ست وكأن فيه واحدة ست كده امامك لان الفتنة بالامرض اعظم من المرأة وهنا فيه سؤال طرح نفسه ليه الاسلام بيعامل الشاب بالامرض معاملة المرأة هل المسلم كده لازم يربي دقنه ويكون دقنه طويلة احسن مثلا يصير الفتنة ويغري الرجالة الملتزمين لو انت بتعزز في مخ المسلم ان الامرض عورة وفتنة انت هتنتظر ايه من المجتمع ده غير الفساد الاخلاقي ان الامرض زي المرأة يعني عورة وتابعوني في الحلقة الجاية مع سؤال جديد من سين وجيم وانتقي بكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة